موسيقى 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 مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا لحلقة جديدة من General Review أول شي بشكر كل اللي علقوا على الحلقة اللي ماضية اللي مضيت يعني حلقة البابا أو انتخاب البابا أو استقالة البابا برجع بذكر أنه نحنا يعني ناخد كل الأسبوع لنحضر الحلقة اللي بتجي بعد ومنشكر كل الفيدباك اللي عم يجينا يعني نحنا لا ندعي المعرفة المطلقة المهم أنه هذا الموضوع لما بينطرح للنقاش نلفط نظر البعض ولكن دائما لما حدا بيعلق على معلومة معينة منجاوبه إن كان بالإيميل أو إن كان بالتويتر أو إن كان بالفيسبوك ولكن بعد ما نعمل الأبحاث تبعيتنا اليوم الحلقة مختلفة عن بعضها شوي صغيري حبا نطلع ببرات الإطار الأساسي مثل العادة هي محورين المحور الأول سنجابور أو المدينة الدولة سيتي ستايت المحور الثاني هو مستقبل الوظيفة يعني الفيوتشر оф جوبز خلينا ننتقل للمحور الأول المحور الأول نقايت سنجابورا أنا سنجابور كدولة أو مدينة دولة لأنه أنا بالنسبة لي ريت مذكرات القائد أو البرايمينستر اللي حكم لثلاث عقود هلا بنحكي عنه واستنتجت شغلة كتير مهمة أنه اليوم ما ضروري دولة معينة تكون ديمقراطية وتكون ليبرالية إلى حد ما ويكون عندها هال المواد الأولية لحتى دون دولة متقدمة والتجربة الأساسية اللي أنا عجبتني هي تجربة سنجابور مشان هيك بعلم الجيو بوليتكس دائما نتحدث عن الموقع يعني في ثلاث أساسية ثلاث شغلات أساسية الموقع ونتحدث كمان عن الثروات يعني الناتشر الريسورسز ولكن مش كل الثروات هي مهمة على سبيل المثال يعني عندك الموقع الثروات إذا كانت مهمة للاقتصاد العالمي مثل النفط ومثل الغاز وعلى سبيل المثال من هنا أهمية منطقة الخليج العربي أو الخليج الفارسي كما يقال ليه لأنه بهاي المنطقة 62% من النفط المعروف الاحتياط الأكيد يعني نون ريزيرف موجود بهذه المنطقة ولكن سنجابور تختلف عن غيرها بالأهمية مشان هيك هي هي ممر إجباري تشوك بوينت قبل ما نحكي بالاختلاف عنها أنه هي الموقع عندها شغلة كتير مهمة ولكن ما عندها ثروات الجغرافية أعطتها أهمية قصوى كممر إلزامة بيسموها تشوك بوينت سلة الوصل بين الشرق الأوسط والشرق الأدنى خلينا نشوف الجيوغرافي في سنجابور أو الموقع بهالفيديو الأصير strengthening مقاكة بوينتagu سيدي abundant إنار wealth وعحبة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنه يتضاعف حجم مرور السفن قبل العام 2020 لأنه مثل ما قلنا في نقل نوعية يعني لما منحكي عن الولايات المتحدة الأمريكية أنه نقلت البيفوت يعني شرحناها بعدة حلقات سابقة البيفوت لآسيا معناتها هذه المنطقة كتير مهمة والمحيط الهندي سوف يكون الواتروي طبعا القرن الـ 21 بعض التقرير قالت عن سينجابور أنه تحتل المركز الثالث في مؤسسة العالمي بعد هونج كونج وإيرلندا وكان المعيار دايما أنه درجة العالمي بالنسبة للدخل القومي للجي دي بي ودرجة الانفتاح المتبادل أو التبادل التجاري هاي واحد اثنين حركة الرسميل يعني الـ capital movement أو تبادل التكنولوجيا والأفكار فإذا ما هو سير سينجابور خلينا نحكي شوي صغيري قبل ما نحكي عن سينجابور رح أنا منشوف الموقع بشكل عام يعني حكينا عن الموقع بالصورة الصغرى رح نحكي عن الموقع بشكل عام يعني لما منحكي عن سينجابور منحكي بين منطقة الشرق الأوسط 62% من النفط وغاز العالم موجود بهذه المنطقة أو النفط أكتر من الغاز وبين الصين الصاعدة اليوم الصين اللي حجم التبادل التجاري تبعا دولي تعتمد على التصدير يعني 60% لـ 70% من 60% أو 50% لـ 60% من الجي دي بي طبعا اللي هو 7 تريليون دولار بالسنة أو تاني اقتصاد بالعالم يمر بين الشرق وبين الغرب بين الشرق وبين الغرب عبر مضيق سينجابور نتطلع ما نشوف شغلي كتير مهمة اثنين هالممر هيدا يمر النفط يعني اليوم الصين إذا ما عنده نفط لتمشي الآلي الصناعي تبعيتها الصين هي معمل العالم أو the factory of the world إذا ما في بيمره هيدا النفط عبر هذا الممر عنده مشكلة الصين خاصة أنه البحار تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية الصين تحاول أن تقوم بشيء آخر عدا هالممر يلي هو ممر النفط oil shipping lanes الصين اليوم كي تأمن إلى تصدير النفط الخاص فيها ويكون في عندها تضفق مستمر عملت ما يسمى string of pearls يعني إجت على كل البلدين المشاطئة للمحيط الهندي وأخذت مواقع مهمة أخذت بورات مهمة لحتى تأمن أنه الولايات المتحدة الأمريكية بأي صراع أو أي حرب معينة البحرية الأمريكية ما بتدايق إلى حد ما استيراد النفط خاصة بباكستان بكويتا بقوادار المرفأ بقوادار بدفس الوقت لما بنحكي عن سنجابور بنحكي عن تقريبا 3 مليار من الناس الموجودين بين الصين وبين الهند واليوم الكسافة السكانية يعني عدد سكان العالم حسب الناشنال جيوغرافيك 7 مليار إلى حد ما سنة الماضية بلغ 7 مليار التوزيع السكيني أو توزيع البشري أو الكثيفة البشري بين الصين وبين الهند بهاي المنطقة يقال أنه في ما يقارب 3 مليار يعني الصين الهند وجنوب شرق آسيا 3 مليار 3 مليار دخلوا إلى العالم الكبيتاليست إلى العالم الرأسميلي من هون صار في عنا تطور كتير مهم وقد يبدو بوقت ملأوات كمان أنه إذا الطبقة الوسطى بهذه المناطق ارتفعت إلى مستوى متقدم سيكون هناك يعني نقلة نوعية وكاملة ومتكاملة وإلى الأبد من الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الثقل في منطقات الشرق طيب اليوم فإذا سنجابور هي الحجر الأساس هلأ عند مشاكل سنجابور رح نحكي عنا بعد شوي طيب شو هو سر سنجابورة شو هو السر طبعة مثل ما قالنا لوكيشن بدون موارد طبيعية المشكلة أو المهم أو السر طبعة بزعيم الأهم يلي هو لي كوان يو وأنا قريت المذكرات طبعيته وفعلا المذكرات طبعيته كانت هي الحافظ لحتى أعمل هالقصم منه من هو؟ هو أول رئيس وزارة برايم منستر حكم لثلاث عقود يعتبر أب سنجابورة الحديثة قاد حركة الانفصال عن ماليزيا نحن نعرف سنجابور كانت مستعمرة بريطانية أخذتها اليابان بعدين ماليزيا حول سنجابورة من مدينة دولة أو ستي نيشن دون موارد طبيعية حتى دون ماء للشرب يعني تأملوا شو التحدي لوسائل دفاع حتى لكي يعزل دولته اعتمد سياسة الحياد يعني سياسة الحياد عفوا لا مع الغرب ولا مع الشرق على غرار سويسرا لكنه بين القوى العسكرية تعاون مع اسرائيل وهون يعني العرب ياخدوا مأخذ عليه بمجالات الاستشارات العسكرية بمجالات التدريب والسلاح لأنه قبله كانت تعاني سنجابورة من الفساد شو عمل هو أصدر قانون مع صلاحيات واسعة لنشوف يعني أنا حبيت احكي عنه لأنه لنشوف دور القائد يلي بياخد الأمة إلى مكان كتير مهم عمل قانون للفساد للملاحقة لعام 1983 أيضا قام بحملة سمية يعني شجع الزواج من النساء المثقفات كان يقلق من عدم زواج المتعلمات يعني المثقفات النساء عطى حوافز للنساء تقفيد الضريبة مدارس ومنزل هلأ يبقى من الملاحظات عليه كقائد أو برايم مينستر هو العقاب الجسدي ضرب العصى خاصة لمتعاطيل المخدرات المهاجرين غير الشرعيين ولكن فيه لنشوف يعني شوف النظرة تبعيته يعني نظرة القائد أو الفيجن تبعيته في خطاب لألوب الصين قال ما يلي في عالم متغير يجب أن نجد مكانا لنا نيش معينة لنا مكان صغير ونحن صغار يمكن لنا أن نقدم دورا في العالم من أجل ذلك نحن بحاجة إلى أناس في المراكز العليا لهم رؤية خلينا نقرنا مع العالم العربي ومع لبنان لهم رؤية وعقل سليم وظيفتي أنا كبرايم مينستر أن أحضر الخليفة ساكساسر استبعولي ووظيفتهم أن يحضروا من بعدهم فإذا اليوم إذا الدولي أو المجتمع ما بيجدد نفسه فإذا المطلوب اليوم تجديد المواهب والشرفاء الذين يعملون للصالح العام وليس الخاص هذه كلامه لأله عندما تتوقف هذه الدائرة هذه السايكل تسقط سينجابور ويقول أيضا أنه ثروة سينجابورة هي في شعبها وهون بلش نعمل مقارنات طويلة هل يمكن لمقارنة مع لبنان مع فوارق الفساد شغلة كتير مهمة فإذا شغلتين مهمة فإذا هذه النظرة العامة شو عمل انطلق من موضوع اسمه أو التموضع بثورة يعني حط سينجابورة بمكان من الأمكانة وقال نحن بدأ نعمل مركز لألنا وناخد الثورة التكنولوجية استفاد مننا كتير اليوم في تبدل مثل ما حكينا إذا قلنا أنه في نهوض بآسيا وحتى بالهند إذا في نهوض يعني في اقتصاد جيد يعني في ارتفاع بنسبة الطبقة الوسطى ارتفاع بالطبقة الوسطى يعني أجور أعلى يعني عمر أطول يعني ايجين ليف لونجر بس ليف لونجر بالعالم هيدا يعني يعني فيك تعيش طويل ولكن ليس أن تكون بصحة جيدة فإذا شو المطلوب اليوم التموضع تبع سينجابور أنه بيعرف أنه الصين عم ينحكى مليار ومئتين مليون وعم ينحكى كمان بالهند مليار ومئة مليون أنه اليوم هذه الطبقة الوسطى رح تطلع لمرحلة متقدمة رح يكون في ايجينج طبقة وسطى عالية دخل مهم فإذا الخدمات اللي جاية بالمستقبل هي الهيلث كار أو الخدمات الطبية شو قال خلينا نعمله خلينا نبلش بهالتخطيط لأله وعلى أن يتابع من خلفه فإذا اليوم فيه طعمالية تموضع هل هو ذاهب بالاتجاه الصحيح صح لأنه الفيجن تبعيته مهمة يعني اليوم يقال بأحد الكتب أنه لماذا تسقط الأمم حدا بيقول لأنه ما فيه إنتاج على كل المستويات من فوق لتحت أو الموضوع الليبرالي أو الديمقراطي بسينجابور ما تفكروا أنه فيه ديمقراطية كتير مهمة بسينجابور كان ممنوع العلكة لأنه بيعتبروها ممنوع تتعلك وممنوع تكب العلكة وكوالله فيه حبس وقالله فيه زبط أو فيه فاين بتدفع ولكن اليوم السينجابور المهم فيها فيه عندها تحديات دخلينا نشوف سينجابور يعني مثل ما حكينا أنه سينجابور بالداخل بالداخل عندها تنوع إثني وتنوع ديني تنوع الإثني طبعا والتنوع الديني يعني فيه مسلمين فيه بوديين فيه مسيحيين فيه توزم فيه هندوزم فيه أذر للجن الشغلة المهمة اللي عجبتني أنا أنه كي يندمج المسلمون في المجتمع شو عملوا كي فيه ناس يعني يزعجوها الأذان الأذان يزعجها شو عملوا اتفقوا جوه بقلب سينجابور أنه الهوبرلير أو المكبر الصوت منديره إلى الداخل إلى داخل الجامع أو حطوا محطة إزاعية يعني محطة خاصة على الراديو إذا أنت بتحب تسمع الأذان بتحط الأذان وشغلة كتير مهمة يعني تشوف هاتى أقلم هيدا بيعطينا بعض الدروس اليوم بالعالم العربي أو حتى بلبنان إن كان بمصر أو بسوريا اليوم اللي بنسمع وهو صراع قبلة صراع دينة وصراع مذهبة فيه نستفيد منه الآن التحديات اللي بدي أحكي عننا لسنجابور اليوم إذا اعتبرناها أنه هي ممر إلزامة تلت التجارة العالمية تتمر عبرها اليوم الصين تعتبر حالة أنه هي درجة المعطوبية كتير عالية فيها فإذا هي بدأت تعمل ممر بديل فيه عندنا الكرا إسموس يعني الكرا عمل قناة أساسية بماليزيا لحتى بتايلند لحتى عدم المرور بيسموه بايباس لحتى عدم المرور فيها البايباس يعني أمر بيهلك يعني يؤذي سنجابور بالحد التجاري لأنه البوزيشنينج تبعها بيبطل ممر إلزامة بيبطل تطلع مهمة وبيبطل يمر فيها حدا وحتى بتبطل يعني نقطة تحول وصيلة الوصل بين المحيط الهندي والباسيفيك شغلة كتير مهمة هلأ هيدا أحد أهم التحديات التحدي التاني أنه ماذا عن الجلوبال وارمينج يعني حدا بيحكي عن الجلوبال وارمينج نحن نخدها بطريقة خفيفة شوي صغيرة ولكن بالجلوبال وارمينج عم ينحكي أنه نورث ويست باسيج يعني بين نيويورك والأركتك صار فينا نطلع على البحر الأبيض وتكون الطريق بين نيويورك وتوكيو دون المرور بمنطقة المتوسط هلأ كمان إلى التداعيات علينا نحن كدول عربية أو دول إسلامية بدل ما يكون في عنا 18200 كيلومتر للوصول إلى الشرق الطريق الجديد بسبب الجلوبال وارمينج بنحكي عن 14000 كيلومتر 14000 كيلومتر يعني مسافة أقل يعني كلفة أقل وقت أسرع وهيدا أمر كتير مهم من المايلة التانية كمان بنفس الوقت بدل من هامبورج يعني عم نحكي من ألمانيا للوصول إلى توكيو عم نحكب 13000 كيلومتر إذا نفس المكان إجت عبر مضيق جبل طارق وبالتالي قناة السويس باب المندب وسينجابور عم نحكي 21000 كيلومتر هيدا شغلي كمان يعني بايباس أكتر للمرحلة القادمة حدا بيقول أنه خلينا عيشنا خلينا نشوف شو أهمية الجلوبال وارمينج ولكن اليوم عنده التخطيط الجيو بوليتيكس بالمستقبل يعني اليوم الجلوبال وارمينج قد يغير كل مفاهيم الجيو بوليتيكس ليش؟ لأنه أيضا العالم العربي سوف يعاني أيضا العالم العربي سوف يعاني حتى الجلوبال وارمينج ارتفاع نسبة المياه منهم من يقول أنه الدلتا طبع النيل اللي فيها 80% من سكان أو 85% من سكان مصر مهددة بالغرق يعني فإزان شغلة كتير مهمة الجلوبال وارمينج بد يخلق أماكن بديلة لأماكن الطاقة الغاز والميتان وحتى الشيلجاز وحتى النفط فإزان سوف تتراجع أهمية العالم العربي وبالتالي أهمية سنجابور وهي دي تحديات للمستقبل يعني المفروض نحنا نفكر فيها مشان هيك عزائي المشاهدين حبيت أحكي عن سنجابور لأنه موضوع كتير مهم هيك من يكون تهاينا من القسم الأول وقفي مع الألان ونعود لمتابعة جينرال فيو عودة مع المحور الثاني اللي هو مستقبل الوزيفة أو future of jobs على سبيل المثال المفكر الفرنسي جاك أتالي وبنصح تقروله كتابه لون نوماد بيقول أنه الإنسان بطبيعته تطور وتحرك وأنتج الثروات عبر التحرك طبعه وإلا كيف نحنا منتشرين بكل بلدان العالم بنفس الوقت المفكر جايو سياسي جيرار شاليان كتابه لذلك نوماد أو نومادك إمبيرز بيقول عن تأثير الحروب اللي إجا خاض الغرب يعني انتقل الغرب برم حتى المغول يعني اللي إجوا على الهند وإيران هذا الأمر هذه الحركية عم نحكي نحن عنه النومادزم يعني أول حركية خلطة الحردرات وخلطة الشعوب والمقصود هنا يعني بالحركية هو العمل جاب يعني كل واحد بيبقى طرق بأمريكا بالستينات الأنتر ستايت خلق حركية مهمة كتير يعني اليوم خمسين ولاية بتتنقل من مكان لآخر بسرعة صار في حركية أكتر تبادل للأفكار أكتر شبه هو بشبكة طرقات بروما لأنه روما كانت استعمالة الأغراض العسكرية ولكن الأغراض اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية هي عملت أصلا للدفاع لنقل القوات من الشرق إلى الغرب ولكن بطريقة غير مباشرة قدت إلى الازدهار بالولايات المتحدة الأمريكية يعني أنت فيك تغير حياتك بين مكان وآخر بالولايات المتحدة الأمريكية بيكفي أن تنتقل من كوارتر لكوارتر أو بلوك لبلوك كما يقال أو من ولاية لولية عندك حقبة وحياة جديدة كتير مهمة اليوم كل مرحلة بالتاريخ إلى كمان الوظيفة طبعيتها ألفن طفر بكتابه الشهير الثورد ويف بيقول أن الحياة أو البشرية مرت بثلاث ثورات كتير مهمة غيرت المشاريع كلها غيرت كل شي الثورة الأولى هي ثورة الزراعة الثورة التانية هي الثورة الاندسترية يعني الصناعية والثورة التالية هي التكنولوجيا اللي هلأ عم نحكي عنها هذه الحقبة اليوم هي التكنولوجيا وبالتكنولوجيا مثل ما قلنا تخلق البطالة هذا صار فيه موتو صار فيه ديكتوم صار فيه شي عار بيقولوا والله هي التكنولوجيا تخلق البطالة لأن ولكن بتساعد على النموم هيدا بارادوكس يعني كيف تخلق وبتساعد شغلة كتير مهمة لأنه اليوم الكمبرسن الكمبرشن 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 اليوم كل واحد بيحمل السلولير طبعه وبيشتغل من أي مكان ما فينا نشبه بالنماد يعني التاريخ يكرر زيته ولكن بكنتكست مختلف أو بظروف مختلفة سياسية اجتماعية اقتصادية اليوم أنا اخترت الـ لأنه جريدة الكريشن ساينس مونتري اللي صارت بطلت بتحكي عن مستقبل الوظيفة والشعار طبعه كمان أنه أنا مدولي يكون عندي وظيفة فيني اشتغل فيني يطلع مصاري وخلينا نشوف لأنه مهمة هالقصم من الحلقة لأنه بيساعد اليوم الدول بالعالم وبلبنان وبيحيل لدولة كيف لازم تخطط للمستقبل على طريقة سينجافور لنا البوزيشن وهذا الأمر يتطلب تخطيط وبيتطلب مناهج دراسية وبيتطلب تغيير الكريكلم بالجامعات وبيتطلب كيف نحنا كولادنا يعني نحن عندنا براسنا بالعالم العربي وبلبنان أن المهندس الحكيم مع الاحترام للكل ولكن اليوم في وظائف بتطلع مصاري أكتر هذه الدراسة نشرت بأول فبراير فيها أسرع 20 وظيفة مطلوبة بين العام 2010 و2020 على سبيل المثال خلينا نشوف فيديو عن اليوم مثل ما حكينا هذه الحركية اللي حكينا عنها بالولايات المتحدة الأمريكية يعني سان جوزي بسانتا كلارا كاليفورنيا الباتنت يعني تسجيل الاختراعات 5066 بيرلينغتون فيرجينيا بيرلينغتون ساوس بيرلينغتون كمان ثلاث تلاث تلاث منشوف أنه المدن الأمريكية تسجيل الاختراعات شغلة كتير مهمة مع أنه اليوم في ملامي على الولايات المتحدة الأمريكية أنه في تراجع لصالح الصين أو ما شابه ولكن لما بنحك عن آيفي ليغ يعني أهم جامعات بالعالم موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما كنت غلطان حسب إذا ما خانتنا الزاكرة يعني بين أول عشر جامعات بين أول عشر جامعات بالعالم في وحدة من اليابان ووعه اثنين من الولايات المتحدة اثنين من بريطانيا والبائين كلهم من الولايات المتحدة الأمريكية فأذن عم نحكي عن الباتنت يعني الاختراعات خلينا نشوف الأكتر الوظائف المطلوبة أكتر بالعالم اليوم وحكينا عن الصين يعني كله إله علاقة بالصحة يعني معدل الأعمار شغلة كتير مهمة يعني occupation adding the most job يعني الوظيفة اللي زادت أكتر نسبة من الجوبز يعني عم نحكي عن registered nurse يعني اليوم النيرس اللي هي registered يعني ديبلومية اللي معها ديبلوم عم نحكي 711 ألف وظيفة يعني تأملوا التاني retail salesperson يعني هناك في وظائف تختفي بسبب التكنولوجيا خاصة middle skill أو الوظيفة اللي منا pattern يعني منا repetitive يعني ما فيك تحط كمبيوتر محل هيدا الوظيفة ويقعد يشتغلك عليها بيسمون routine jobs يعني كل routine jobs صار في محلهم كمبيوتر يعني كانت بأمريكا routine jobs 58% بالواحدة والثمانية اليوم بال 2011 44% يعني بدل ما نحط واحد برد على التليفون صراحة بيرد بترد الالة بترد المشين فإذا كل شيء اسمه routine عم ناخده على الالة فإذا فيه تراجع بس هيدا بيخلق مثل ما قالنا بيخلق نمو ولكن بيخلق بطالة بنفس الوقت أيضا منتطلع اللي حبيت قوله أنا يعني janitor مثلا هو منه routine job janitor منه routine job فإذا هو ما فيك تحط حدا محله بنفس الوقت salesperson في زيادة بالsales يعني personal care aid office clerk اللي نحكى عنه بهيدي الوظيفة وهيدي الشارت وبعتذر لو كانت شوي معقدي بس الشغلة المهمة أنه salesperson بيقوله يعني الإنسان بطبيعة وبيبيع وهيدي الوظيفة منه routine فإذا اليوم salesperson بعضه موجود أكتر خاصة أنه اليوم لما بدك تبيع لحدا تاني بدك تشتغل على الperception طبعه على العقل فإذا التواصل الإنساني شغلة كتير مهمة عليها هلأ كمان بالولايات المتحدة الأمريكية فيه وظائف جديدة مجال الطاقة يعني عم ينحكي عن النفط عم ينحكي عن الغاز خاصة الفراكينج الفراكينج يعني الغاز يلي تراب تحت الصخور فيه التكنولوجي رح نعمل عنا شي نهار حلقة الفراكينج فهيدي وظيفة جديدة هايدي الوظيفة طبع الطاقة تقريبا مليون وظيفة بالعالم هلأ أعتدنا كمان على الغرب وخاصة أمريكا أنه أن تستمر الصين بسبب رخص يداد العاملة ولكن هذا الموضوع بيسموه أوتسورسنج يعني أمريكا تذهب إلى الصين تعمل أوتسورسنج بتاخد فورين دايريكت انفسمنت بتاخد مصاري تستغل هنيك اليوم قد تبدل هذا الوضع بسبب التكنولوجيا يعني الصين ارتفاع أجر اليد العاملة لأنه الطبقة الوسطة صارت بدأ أكتر في أزمة اقتصادية بأمريكا الصناعات الأمريكية اليوم يقال ستزيد بمعدل 23% يعني 4.9 تريليون بين 2008 وال2018 فأزان اليوم قد تعود الوظائف أو الأوتسورسنج اللي بالولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى البلدان اللي فيها اليد العاملة رخيصة قد تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه طريقة صنع المال والثروة اليوم اختلفت لأنه الوظيفة بطابعتها اختلفت مثل ما حكينا لأنه بسبب الثورة التكنولوجية فأزان إذا رجعت الأموال الأمريكية إلى أمريكا وارتفع مستوى الانتاج والصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم نوعية العلاقة السياسية بين الصين وأمريكا بتختلف خاصة أنه يعني أمريكا تتكل على الصين والصين تتكل على أمريكا حدا ينتج والسوق للاستهلاك اليوم إذا أمريكا منا بحاجة للصين العلاقات الجيو سياسية بالنظام العالمي قد تتبدل وهذا له علاقة بشغلة بسيطة اللي هو حكينا عنه الجوبز هلأ الدراسة بتقول كمان أنه أنت عند الشك تخصص هذه نصيحة لتلميذنا لأولادنا اللي بدي يشتغلوا بالمستقبل يعني أنت بس تحس حالك إذا كنت بالمحاسبة تخصص بنطاق معين بالمحاسبة لأنه هيدا الأج يلي أنت بتميزك عن غيرك هو اللي بيخليك تطلع مصاري كمان بنحكي عن الهايبرد وظيفة يعني الوظيفة يلي مختلفة يعني على سبيل المثال ما بدي أعطي مثال بعيد أنا يلي خدم 25 سنة بالعسكر ما كنت متأمل بوقت من الأوقات أنه بقدر علم بالندو وعلم بالأيوبي ويكون عندي على الشاشة المميزة برنامج فإذا الهايبرد يعني أنت تكون بوظيفة معينة وقادر أن تكون على التأقلم مع التحولات الأساسية ودغري تكون موجود ولكن النصيحة اللي أنا وأنا بعلم بالأيوبي وبعلم بالندو النصيحة دائما للتلميز أنه إدوكيشن 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 أو كونتينيويس إدوكيشن فإذن أعزائي المشاهدين يبقى الوظائف الثري دي الثري دي جوبز بيسموهم أول دي يلي هي ديفكولت تاني دي يلي هي دانجرس تالت شي يلي هي ديرتي بس هيدا الموضوع رح يخذنا لمشكل كتير كبيرة بالمستقبل أنه ديفكولت والدورتي والدانجرس يلي عم يجيبوا من بلدين أخرى يشتغل عندنا إذا تقدم المجتمع طبعه رح يبطل يجل عندنا مين رح يشتغل بهذه الوظائف على صعيدنا نحن فإذن اليوم مزيدنا للهجرة الشرعية أو تصدير اليد العاملة إلى الخارج اليوم العالم رايح على مرحلة تحول أساسي بطبيعة الوظيفة بطبيعة الجوب وحبيت علي عليها لأنه كتير عجبني أنا طبعا الكريشتين سايينس مونتر هالتقرير لأنه قلوا علاقة باليوميات طبعونا يعني اليوم بالجامعة بتخرج كل سنة ستمائة تلميذ بزنس شو بدي أعمل فيهون بخرج ألف ومئتين عم بعطي سبيل المثال جامعة معين ألف ومئتين تلميذ بالأركيتكتشر شو بدي أعمل فيهون فإذاً للترك هي سبيشيلايز وكونتينيووس إدوكيشن هيك أعزائي المشاهدين كنت هنا من القسم الثاني من جنرال فيو تهيت الحلقة ولكن قبل ما تنتهي رح بمر شغلة بسيطة يلي هو فيديو بيحكي عن إدايش بدون وقت ببعض الدول لتطلع المليون دولار ورح بنهي فيها لحتى نعمل سلف رفلكشن على نفسنا ونشوف إدايش منطلع على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية بدون أقل 25-23 سنة لا يطلعوا المليون دولار رومانيا 350 سنة وي إذا رينا هادي بالأيكوناميست السؤال الأخير قبل ما أني الحلقة أو أدعكم على أمل اللقاء أقولكم بالعالم العربي وبلبنان إدايش بدنا لنطلع المليون دولار ألف سنة سنة بطريقة عادية ولكن في قول شريف يقول ما جمع عمالهم إلا من شحن أو حرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر